الأزمة الاقتصادية وانعدام الثقة بالمصارف ألزمت المواطنين تكديس أموالهم في المنازل عدد كبير من المغتربين وخشية من أي تطور سلبي في شأن الدولار عالميا حولوا مبالغ مالية إلى خزنات منازلهم في لبنان بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أكثر من 50% من الاقتصاد اللبناني بات اقتصادا نقديا مليارات الدولارات موجودة في المنازل والدليل أنه بين عامي 2020 و2021 تم شراء 37 ألف خزنة 20 ألف منها يتروح سعرها بين الألف دولار والألفين وهو دليل أن الأموال المكدسة ليست قليلة فهل تدخل هذه النقود في خانة تبييد الأموال؟ جزء كبير من هذه الأموال أجى من خلال رواتب وأجوع والجزء الثاني أجى من تحويلات من لبنان الغير مقيم إلى لبنان المقيم وأنا أعطيت كلها مصاري نظيفة إذا فيه أي علامات استفهام اللي جيت تبييد أموال بدي يكون جزء كتير كتير صغير وما له دخل بالمصاري اللي بالبيوت لأنه تبييد الأموال بيبطل بيبلش يكون نقطة أساسية وقت الأموال القذرة بتفوت بالنظام المصرفي لتبييدها بنصح كل مواطن لبناني عم يقبض راتبوا بالنقدي يحتفظ بورقة إثبات أنه هالنقدي هيدا أجع من مصدر موثوق في حالة طورت الأمور وتشددت إجراءات مكافحة تبييد الأموال يكون عنده الإثبات إذا تم سؤاله من أين لك هذا تموز شهر اقتصادي مفصلي إذ سيبت في قرار وضع لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة من عدمه بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب إمكانية أن لبنان ينوضع على لاحة رمادية غير ورد حاليا إمكانية التشديد على إجراءات مراقبة لبنان ورد على الأكيد يجب التأكيد على أن مجموعة العمل الدولي عتيت لبنان شهر ما يقاب 12 شهر لترتيب البيت الداخلي لأنه أخذت معنا الاعتبار الوضع السياسي المتأزم عنا وفي وقت يترقب لبنان قرار مجموعة فاتف الدولية يبقى الحل الوحيد في انتخاب رئيسا للجمهورية وتعيين حاكم لمصرف لبنان عندها تتكامل السياسة والاقتصاد وتبدأ الخطوات الإصلاحية